تواصل وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 715 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 220 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 30 طن وفي مجال الحجب والبيع بأسعار الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعيرة تم ضبط 163 طن وفي مجال البيع بأسعار الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط 13 طن وفي مجال البيع بأسعار الرسمي لمواد البناء تم ضبط 13 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 452 قضية من بينها 167 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 13 قضية بمضبوطات 249 طن ترجمة نانسي قنقر